شكرا لما الواحدة بقعت في بيته أنا كأب مثلا ولقيت حد من ولادي أو أنا رئيس عمل رئيس شركة مثلا ولقيت حد في شركتي بيتهان 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 بمعنى كلمة إهانة وما ردتش أو لو ما تكلمتش وقلت لماذا هذه الإهانة ورد هذه الإهانة بكل قوة يبقى ما استهلش أن أنا بقى موجود كرئيس شركة يبقى ما استهلش أن أنا بقى موجود والكلام ده أنا بيوجهه للتحاد كرة القدم التحاد كرة القدم تم إهانة أحد العاملين في التحاد كرة القدم وأنا يعني أنا مش مصدق والله العظيم تلاتة أنا ما مصدق يعني الحاجة عامر عنده ضغوطات والجدول زحمة جدا جدا وبطولات كتيرة هو أنتم بتعاقبوا النادي الأهلي أن هو لعب البطولة الأفريقية ووصل لنهاية أفريقيا وفرق تانية خرجت من البطولات التانية بدري بدري الفرق اللي خرجت بدري بدري مريحة لكن أنت الناس بتعاقب النادي الأهلي علشان لعب بطولة نهائي في البطولة الأفريقية هو فيها جماعة هو النادي الأهلي ده بيلعب باسم بلد تانية النادي الأهلي بيلعب باسم مصر هو النادي الأهلي اللي لعب في البطولة العربية على رغم من أن كان هناك يعني شبه اعتراض على لعب البطولة العربية حفاظا على اسم البلد عشان طلب من النادي الاهلي ان هو يلعب في البطولة العربية من الاتحاد العربي يعني وبالتالي النادي الاهلي له قيمة اجتماعية وقيمة وطنية وبالتالي فضل فضل ان هو يلعب في البطولة العربية ويلعب باسم مصر على سلامة معظم لعيبته وبعدين برضو حاجة غريبة جدا المباريات المؤجلة في الدوري العام برضو سؤال غريب جدا وبنحطه امام حضراتكم لماذا لم يتم تحديد المباريات المؤجلة في الدوري العام